ولسا مكملين مع حضراتكم في هذا الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو هذه الثورة التي كانت بمثابة طوق النجاة من إرهاب تنظيم الإخوان ومحاولته طمس الهوية المصرية وتفتيت الوطن الشعب المصري تكاتف جميعا مع قوات المسلحة وشرطات الباسلة ونجح في إجهاد مخططات الجماعة الإرهابية وبالتأكيد لا يمكن أن ينسى الشعب المصري إرهاب تنظيم الإخوان والذي رفع السلاح في وجه الشعب المصري ولا أيضا لا يمكن أن ننسى التضحيات العظيمة لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية نتذكر سويا في هذه الذكرى التاسعة والتي قدرت لمصر أنها تكون بمثابة الحصان الأسود وقدرة لمصر أيضا أن تكون العمودة الكامل للمجموعة العربية ولكافة الدول العربية وأن تنتصر على قوى الشر والظلم سيكون هذا محور حدثنا مع عضفنا الكريم الكاتب والمتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية الأستاذ منير أديب أستاذ منير أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيين المصريين أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك بالتأكيد في هذا اليوم الخاص هو يوم خاص بالنسبة لنا كمصريين يعني ذكرى خالدة وكمان هذه الثورة ضربت أروع الأمثلة للمصريين أمام العالم أجمع إلى أي مدى بتجد أنه من الممكن أن نستلهم روح ثورة يونيو في هذه الفترة تحديدا وخصوصا في الجمهورية الجديدة نعم قبل ما نتحدث عن إرهاب الإخوان والعنف الممنهج طبعا اللي كانوا بيتتبعوا لا شك أن هذه الثورة هي قضت على مخطط الإخوان وعلى مشروع هذا التنظيم وكما هو معلوم ومعروف أن هذا التنظيم يتواجد في العديد من الدول العربية وغير العربية أما وأن هذه الثورة قامت فإنها قضت على هذا المخطط سواء كان في مصر أو في العديد من الدول العربية الأخرى ولذلك ما حدث في مصر هو كان بمثابة إلهام حقيقي لسقوط الإخوان في العديد من الدول العربية الأخرى في وقت متتابع وجدنا ذلك في تونس وجدنا ذلك في المغرب وأعتقد أنه إذا ما أجريت انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا سوف يكون مصير الإخوان في ليبيا كما كان في مصر إذن هذه الثورة هي صورة ملهمة هذه الصورة قام بها المصريون ولكنها لا تخص المصريون بمفردهم وإنما تخص الوطن العربي بأكمله خاصة وأن ما حدث في مصر تم استنساخه بصورة أو بأخرى وهذه التجربة ربما ألهمت الكثير من العرف في الكثير من الدول العربية وكما ذكرت في تونس والمغرب وأعتقد في الجدائر تأثر الإخوان بصورة كبيرة وبدأ تتحرك الشعوب العربية ضد هذا التنظيم خاصة وأن التنظيم له أفرع في هذه الدول ولذلك هذه الثورة هي ثورة حقيقية هي لم تقضي على وجود الإخوان سياسيا وإن كانت قد فعلت ذلك وإنما قضت على مشروع التنظيم وأعتقد أن مشروع التنظيم هذا يشمل ما يمكن أن نسميه بالمواجهة التنظيمية أي أن هذه الثورة فككت التنظيم أسقطت هذا التنظيم الذي كان على سدة الحكم ويحاكم قاضته الآن على خلفية قضايا ربما كثيرة أدين بعضهم فيها وأيضا قضت على أفكار هذا التنظيم هذه الأفكار ربما لوقت ليس بقليل كانت ملهمة لبعض الشباب ولبعض المغرر بهم وبالتالي عندما قامت هذه الثورة فككت ما يمكن أن نسميه بالأفكار المؤسسة للتنظيم فأسقطته بصورة كبيرة في مصر وغير مصر أستاذ مونير أمام العالم كله أن ملايين من المصريين كلهم يكونوا موجودين في ميدين المختلف محافظات الجمهورية بهذا الشكل الحضاري لكي يرفضوا طمس الهوية الوطنية أعتقد أن هذا كان فعلا نموذج ملهم ملحمة فعلا ملهمة أمام العالم بأسره صحيح لأن في النهاية هذه الثورة حافظت على الهوية المصرية المصريون لديهم غيرة حقيقية على هذه الهوية التي استعادوها بعدما سقطت ربما بعد أحداث 2011 ومن ثم عندما صعد الإخوان بصورة أو بأخرى إلى سدة الحكم واخترقوا ربما هذه الهوية وحاولوا العبث بها بصورة ربما شهدها المصريون وغير المصريون وبالتالي هذه الثورة أعادت هذه الهوية إلى حيث كانت مرة أخرى وأعتقد أن تقدير المصريون لهذه الثورة ربما مرتبط بأنهم حاولوا من خلالها الحفاظ على هذه الهوية الهوية مدالة باقية ومدالة موجودة والفضل يعود ربما للمصريون ولهذه الثورة السجل الحافل أستاذ مونير من 1928 لحد النهار نتكلم عن السجل إجرامي عن بصلة فقدت الهدف وفقدت الرؤية لجماعة فسدت في المقصد وفي الهدف لو استطعنا أن نبني بعد هذه السنوات بعد وصولهم أيضا لسدة الحكم ومكسم لشهور قليلة ومحاولات تمس الهوية المصرية ما الدروس المستفادة على مدار هذه السنوات وبالإضافة لأن السجل امتلأ سجل الإخوان وإجرامه في حق الأمة المصرية أما يكفي لها أن تقف عند هذا الحد؟ يعني دعنا نتفق أن هذه الثورة المباركة جزء منها من هذه الثورة ومما فعلته أنها نجحت في تفجير هذا التنظيم من الداخل التنظيم الآن والعلى المشاهد الكريم يعلم ذلك جيدا أصبح بداخله انقسامات كثيرة إن شطر التنظيم نصفين وربما أكثر من ذلك أصبح التنظيم الآن ليس لديه ما يستطيع من خلاله أن يقدمه أو أن يعرضه للناس أو أن يقتنع به الناس ولكن نستطيع أن نقول أن هذا التنظيم الذي قارب عمره المئة عام وصل إلى ما يمكن أن نسميه بالشيخوخة يعني شاخة الفكرة ثم هذه الفكرة تصارع هذه الشيخوخة وأعتقد عما قريب سوف تموت الفكرة تماما وتنتهي وسوف يبقى الإخوان ربما عبارة عن أسطر ربما في كتب التاريخ كما نقرأ عن مجموعات ربما خرجت عن مفهوم الإسلام كالخوارج وغيرها هم مثل هؤلاء الذين يحكي التاريخ عنهم وأعتقد أن هذه الثورة كما ذكرت في بداية حديثي نجحت في تفكيك التنظيم التنظيم الآن لا توجد روابط حقيقية له لا يوجد لا توجد قيادة موحدة له كما كان في السابق هو أصبح منشطر ومتشضي وفي أكثر من دولة وبعد نجاح الثورة أستاذ مونير يعني بناء على اللي حضرتك ذكرته بنجد أنه هذه الجماعة الإرهابية بدأت في الاستقواء بالخارج بالتنظيم الدولي وأيضا بدأت في بث الشائعات مسألة التخوين في كل ما يتم من إنجازات في الدولة المصرية بنشهدها جميعا وأيضا مسألة كمان استهداف المنشآت الحيوية الكنائس حضرتك كنت شايف هذه الخطط اللي كانت بتقوم بها هذه الجماعة الإرهابية ازاي بعد نجاح الثورة مباشرة نعم هذا التنظيم دائما يرفع شعرات وشعرات مزيفة هدف هذه الشعرات هو دغدغة مشاعر الناس للأسف شديد على مدار عقود طويلة كان يستطيع أن يحقق نجاحا وانتصارا وربما كان يلتف حوله الكثير من الناس بحكم هذه الشعرات ولكن عندما رأى المصريون رأي العين الإخوان رأوا هذا التنظيم بهذه الصورة واكتشفوا أن هذه الشعرات التي طالما كانوا يتحدثون بها أو يطلقونها في الهواء هي شعرات مزيفة لا تعبر عن حقيقة دين على اعتبار أننا نفاجأ بأن التنظيم مرات يتحدث باسم الدين ومرات يتحدث على أنه مكون سياسي فعندما نتعامل معه أو نقترب منه نكتشف أنه ليس مكونا سياسيا وإنما تنظيما وأدلجا دينيا ففي النهاية اكتشف المصريون أن الإخوان يجيلون الخداع ولديهم مكر شديد وأعتقد أن المكر والخداع أدى بهذا التنظيم إلى أن الشعب المصري ألقى به في سلة المهملات ربما أختم بأن المؤسس الأول للتنظيم حسن البنة في بدايات هذا التنظيم كان يتعامل بمكر وخداع شديد في العام 1928 أطلق هذا التنظيم ودشنه وعرفه على أنه تنظيم دعوي ليس له علاقة بالسياسة المطلقة ثم فوجئنا في العام 1939 أي بعد مرور عشر سنوات كاملة يخرج فيما يسمى بالمؤتمر الخامس ليعلن صراحة أنه سوف يمارس السياسة وعلى خلفية هذا الإعلان في المؤتمر الخامس أنشأ ما سمي بالنظام الخاص أو الجناح العسكري نقرأ كثيرا في هذا السزوية خلينا نكلمك مرة تانية عن المجتمع الدولي والإشهادات الدولية التي خرجت من معظم المؤسسات الدولية أنها تشيد وبشكل حقيقي بالإنجازات التي تحققت في مكافحة الإرهاب وأن الدولة المصرية قدرت أنها بمفردها عن نيابة عن ليس الأمة العربية ولكن عن كثير من دول العالم أنها توئد كثير من عناصر الجماعات المتطرفة وعناصر الإرهاب سواء في سينا أو في كل ربوع الوطن الإشهادات الدولية كانت مبنية على أسس واضحة وسليمة بالإضافة أن الدولة المصرية كانت عزمة أنها تنهي وتنهي كل هذه الجماعات من أجل البناء والتنمية والتعمير وما نراه في الجمهورية الجديدة إزاي نقدر نبني على ما تحقق وعلى هذه الإشهادات الدولية أسس المنير لا شك أن لمصر تجربة رائدة في مواجهة الإرهاب ولا أعتقد أن هذه التجربة مجرد تجربة وإنما مصر لديها استراتيجية حقيقية في مواجهة الإرهاب هذه التجربة وهذه الاستراتيجية كان جزء منها في تجربة سابقة في التسعينيات من القرن الماضي نجحت الدولة في مواجهة التنظيمات الأكثر عنفا وتطرفا مثل الجماعة الإسلامية المسلحة وتنظيم الجهاد الإسلامي وتنظيمات أخرى محلية وإقليمية ظهرت في هذه المرحلة ثم نجحت الدولة رغم مواجهة هذه التنظيمات بشكل أمني وعسكري إلا أنها نجحت في أن تراجع أفكار بعض من انتسبوا إلى هذه التنظيمات وظهر ما سمي بالمبادرات فكرة المراجعات التي كانت مع بعض الجماعة المصدر يعني في النهاية الدولة تعاملت مع الخطر ثم أقنعت بعض من آمنوا بهذه الأفكار بأن يراجعوا أفكارهم وهؤلاء أو كثير منهم مدالوا على نفس درجة الإيمان بهذه المراجعات إذن هذه التجربة الرائدة للدولة المصرية في التسعينيات من القرن الماضي تم البناء عليها في مواجهة الإرهاب الذي ظهر بعد العام 2011 وأعتقد أننا مر قرابة عقد كامل في مواجهة هذه التنظيمات فأصبح للدولة استراتيجية كبيرة في مواجهة الإرهاب سواء التنظيمات المحلية والإقليمية أو حتى عابرة الحدود والقرات وأعتقد أن كلام الرئيس المصري حبدالفتاح السيسي عندما خرج وقال أننا نواجه الإرهاب نيابة على العالم كان كلاما حقيقيا لأن مصر لا تواجه التنظيمات الموجودة على أراضيها وإنما تقدم دعم لكل الدول التي تريد بالإضافة للدول التي كانت تأوي وتعد العدة للدولة المصرية وتحاربها وأيضا توفير الملازات الأمنة كما كانت الدولة المصرية تقول من بعض الدول المعادية طيب بالإضافة للتقارير الدولية دي أستاذ مونين لو حبينا نتكلم عن فكرة ده يعني إعادة البناء من جديد وإعادة توطين بدلا من الفكر الإرهابي المتشدد والجماعات الإرهابية توطين الفكر المتسامح وتوطين أيضا الإسلام الوسطي في عالمنا العربي أو في مصرنا بشكل محدد وهذا ما دفعني إلى القول مسبقا أن مصر لديها استراتيجية في مواجهة الإرهاب لم تقتصر فقط على مواجهة هذه التنظيمات بشكل أمن وعسكري وأن كانت المواجهة الأمنية والعسكرية في غاية الأهمية وإنما استدبعت ذلك إلى ما يمكن أن نسميه مواجهة الأفكار المتطر بالضبط بالمواجهة الفكرية لجزء منها دور الإعلام وجزء من الدور الذي يقوم به الإعلام هذه المناقشة بهذه الصورة وبالتالي الدولة لديها استراتيجية نجحت من خلالها في مواجهة التنظيمات مواجهة أمنية وعسكرية ومواجهة فكرية ثم قامت بدعم المؤسسة الدينية في مصر سواء كان الأظهر أو الأوقاف أو الإفتاء من أجل تقديم خطاب ديني متسامح يعبر عن حقيقة الدين وفي نفس الوقت أدركت الدولة أنه لا يمكن أن تواجه التنظيمات المتطرفة بدون دعم حقيقي لهذه المؤسسة ولذلك أتذكر منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة بعد انتخابه رئيسا للجمهورية أعتقد بعدما تسلم السلطة بيومين أو بثلاثة أيام استقبل شيخ الأظهر والمفتي في قصر الرئاسة وكأنها رسالة إلى أن الدولة تريد أن تواجه هذا التحدي الكبير وهو تحدي الإرهاب وأن ذلك لن يكون إلا من خلال المؤسسات الدينية التي تستطيع أن تصوب الخطاب الديني بل والفكر الديني المتطرف مواجهة متكاملة أستاذ مونير أنا أحييك الحقيقة على هذا التعبير مسألة أن القوات المسلحة بتقوم بدورها الشرطة أيضا بتقوم بدورها في مواجهة الإرهاب وفعلا قدرت مصر أن تقدم نموذج يحتدى به في مواجهة الإرهاب بالإضافة أيضا إلى مواجهة الأفكار المتطرفة كل ذلك بيحدث بالتزامن مع البناء والتنمية والمشروعات القومية العملاقة الموجودة في كل أنحاء الجمهورية إزاي من الممكن من وجهة نظرك العالم بيرى هذا التوازن المبهر الحقيقة أنه بيتم مقاومة الإرهاب أو مواجهة الإرهاب والنجاح في ذلك وفي نفس الوقت المشروعات القومية في كل مكان بتستوعب طبعا عمالة كثيرة جدا بتوفر فرص أعمال جاذبة للمستثمرين حضرتك شايف ده إزاي والعالم ممكن يكون بيبص للنموذج المصري ده إزاي صحيح يعني كما يقال يد تحارب ويد تبني صحيح أدركت الدولة منذ لحظة الأولى أنها لن تستطيع أن تواجه هذه التنظيمات المتطرفة إلا إذا قامت بدورها وأعتقد أن التنظيمات المتطرفة عندما كانت تقدم نفسها للناس كانت تقدم نفسها كبديل بالضبط إنه تقوم بدور دعوي ودور خيري الدور الدعوي أنه لهم شكرا أنتم أصحاب خطاب متطرف نحن لدينا مؤسسات دينية في مصر عريقة هي التي تقدم الخطاب الديني سواء الأظهر أو الإفتاء أو حتى الأوقاف ثم الدور الخيري يقوم به المجتمع المدني المصرح له القيام بذلك ثم قامت الدولة بدورها تجاه المواطنين وأعتقد أن ثمة المشاريع التي أطلقت خلال السنوات الماضية هي مشاريع كبيرة وعظيمة ومنها مشروع حياة كريمة الذي وصل إلى كل المصريين في كل بقاع الأرض فضلا عن البناء نحن نجد مشاريع استثمارية ومشاريع انتاجية فضلا عن الثورة التي أحدثتها الدولة ربما في الطرق التي نسير عليها في كل مكان إذن الدولة أدركت أنه لا يمكن أن نواجه الإرهاب بدون بناء ولذلك نحن فوجينا أن هذا التنظيم الكبير الذي ربما عاش في مصر العقود طويلة تهاوى بصورة كبيرة عندما استطعنا أن نواجهه أمنيا وعسكريا ومن خلال البناء طيب أستاذ منير في الوقت الراهن وفي الوقت الحالي لو بنيكلم بقى وتلاشينا فكرة الإخوان ووجود الإخوان والجماعات الإرهابية مع العلم غير حقيقي وأنهم موجودين بصورة أو بأخرى فكرة أنه لا ننظر إليهم والدولة زي ما ذكرت حضرتك وزي ما الكل مدرك أنها قامت بدورها على الوجه الأكمل سواء بقى من البناء من خلال البناء المجتمعي أو حتى في الجانب الدعا ومن خلال الأزهر ومؤسسات المؤسسات الدينة في مصر كيف يمكن للوضع أو للدولة المصرية في السنوات القليلة القادمة تبني استراتيجية مختلفة دون وجود الإخوان ودون وجود ميليشيات الإخوان وإرهاب الإخوان خلينا أخذ من حضراتك الأجابة دي لكن خلينا أطلع لهذا الفاصل وارجع أخذ إجابتكم أستاذ مينيو مرة تانية رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين في الاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو وهذه الثورة التي من خلالها استطاع المصريون أن يحددوا مصيرهم ومستقبلهم الذين يرتضون وهذا تحديدا ما ذكر السيد الرئيس في الكلمة المهمة اللي ألقاها اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو ودايما الحقيقة كنا بنشوف أنه بعد كل نجاح كان بيحصل في مصر بعد كل المشروعات القومية العملاقة اللي كانت بتتم بعد إنجازات كثيرة دايما كنا بنشوف محاولات من قبل الجماعة الإرهابية أن هي تبث الشائعات أن هي تقوم ببعض الأعمال الإرهابية في محاولة لطمس الإنجازات وكل ما يتحقق من نجاحات من خلال هذه المشروعات مرة أخرى بنرحب بالأستاذ مونير أديب أستاذ مونير حضرتك شايف النقطة دي ازاي ده كان بيتم في أحيان كثيرة أنه بعد النجاحات والإنجازات اللي كانت بتحصل كان فيه دايما محاولات لبث الشائعات لمحاولة التشكيك في الإنجازات اللي بتحصل في المشروعات اللي بتحصل القيام بعمل إرهابي ما هو طبعا يعني عندما قامت هذه الثورة وسقط الإخوان واكتشف الشعب المصري أن هذه الشعرات التي كانوا يسمعونها كانت شعرات مزيفة لا تعبر عن حقيقة التنظيم ولا تعبر أيضا حقيقة الدين اللي هما طول الوقت كانوا بيتمسحوا فيه ولا فكرة الوطن اللي كانوا بيتكلموا عنه واضح أنهم كانوا بيتكلموا عن شيء تاني لا أنا ولا أنت ولا كل المصريين يعرفوه عندما تم اكشاف حقيقة الإخوان سقط الإخوان على خلفية الثورة بعد كده لما قام نظام سياسي جديد على خلفية ثورة الثلاثين يونيو هذا النظام استطاع أن ينجز في حقيقة الأمر على أرض الواقع سواء من خلال بناء جمهورية جديدة ومشروعات تنموية وخلافه هنا الإخوان هيعملوا إيه غير أن هما هيفجروا ويقتلوا وينشروا الشعاعات هو مش قادر يقدم نفسه مرة تانية يعيد انتاج نفسه هل هناك من يؤمن بوجود فكر الإخوان في الظرف الرهن وفي الوقت الحالي بعد كل ما رأوه من إرهاب ومن تطرف ومن قهر لكثير من المواطنين يعني إذا كنا نتحدث باسم الشعب المصري فالشعب المصري خرج منذ تسع سنوات وأسقط هذا التنظيم وهذا التنظيم لم يصبح له وجود الآن على أرض الواقع لا التنظيم ولا أفكار ولما الإخوان يتحدثوا عبر إعلامهم أو عبر الشائعات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا تجد آذانا صاغية اللهم إلا من القليل القلة القليلة التي مدالت ربما تدور في راحة الإخوان وهؤلاء لا يمثلون شيئا ولا يمثلون رقما في الشارع المصري وهذا من عظمت هذه الثورة أنها لم تسقط الإخوان فقط وإنما أسقطت أفكار الإخوان وكشفت هذا التنظيم فأصبح التنظيم الآن يعني كالطائر الذي يطير بلا جناحين لا توجد أفكار يستطيع من خلالها أن يجذب الناس أو يضحك عليهم مرة تانية فبالتالي لا شعبية على الفترة اللي كان فيها هذه الجماعة الإرهابية بتحاول أخوانة كل مفاصل الدولة عايزة أتكلم على القضاء تحديدا لأنه هو عنوان الحقيقة واللي بيدافع عن الحق وعن العدل كان فيه محاولة أنه يكون فيه سيطرة على القضاء بشكل كامل وأنه هم يعينوا في منصف مثلا النائب العام أخوانة هذه المؤسسة المهمة وطبعا لا يمكن أبدا أن ننسى المشهد الخاص بحصار المحكمة الدستورية العليا هذه المحاولات لطمس طبعا الهوية الوطنية ولمحاولة أيضا أخوانة كل مفاصل الدولة حضرتك كنت شايف الفترة دي إزاي وإزاي قدر الشارع المصري والشعب المصري بإرطة والسلبة المتينة أنه يقف أمامها تماما ويرفضها كل الرفض هو كل تنظمات الإسلام السياسي والإخوان جزء من هذه التنظمات تتعامل بمبدأ اللي مش معانا هو علينا صحيح ولذلك أنا لي تعبير أنها لم تسعى فقط إلى أخوانة مفاصل الدولة وإنما كانت تسعى إلى أخوانة الطراب طراب الوطن كانت تسعى إلى أخوانة المواطنين وكانت تحاول نقل صورة لهم أن الذي لا يدور في فلك الإخوان أو في راحاهم أو ليس إخوانيا فهذا لن يكون له وجود حقيقي في هذه الدولة ولذلك نحن فوجئنا من 2011 و2012 على مدار عام تواجد فيه الإخوان على سدة الحكم وجدنا أشخاص كثر ربما اقتربوا من دائرة الإخوان ظنا منهم أن في الحالة ديت هم يبقوا أكثر ودا بالتنظيم وبالتالي التنظيم هيضعهم على سدة الحكم وجدنا أحزاب سياسية زي حزب الوسط هو حزب في أساسه انشق عن الإخوان ولديه مشكلة حقيقية سواء نحن نتكلم عن أبو العيلة ماضية وعصام سلطان لديه مشكلة حقيقية مع قيادات التنظيم ثم فوجئنا في العام 2012 يتودد إلى التنظيم إلى أن تم اختيار محمد محسوب وأحق قيادات هذا الحزب رئيسا مصر القوي أيضا نعم كان عبد المنوع أبو الفتوح انشق عن الجماعة صحيح وكون حزبا بفكر ربما يكون بعيدا عن فكر الإخوان لكن في نهاية الأمر هو فكر إخواني لكن بصورة أو بصيغة أخرى أنا أريد أن أسألك زي مرهام قالت وكلمتك سمرير عن فكرة إخوانة مفاصل الدولة ومرفق القضاء بالتحديد وأنا كنت شاهد رهاما على هذا المرفق وكنت أغطي أخباري بشكل كبير لمدة ما تقرب من ثماني سنوات تعيين نائب عام إخواني تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى إخواني تعيين دفعة واثنين وثلاثة من جماعات الإخوان أو المنتمين لجماعة الإخوان إلى أن جاءت الحكم حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنهى كل هذه الأمور التي عطلت هذا المرفق الهام والمرفق الحيوبي الإضافة طبعا لحصار المحكمة الدستورية والتي طبعا تبعناها في المرافق كلها دلوقتي الوضع اختلف والوضع انتهى وحاولنا الدولة بكل قوتها أنها تتغلب على كل المصاعب دي لكن بعد تسع سنوات من ثورة 30 يونيو شايف مؤسساتنا وصلت للهدف المرجو اللي وضعته لها ولا لسه قدامنا كتير في تحقيق هذا الهدف يعني أعتقل أن الإخوان كان لديهم مشكلة مع مؤسستين هما طبعا عندهم مشكلة مع كل مؤسسات الدولة وكل مرافق الدولة ولذلك سعوا إلى أخوانة هذه المفاصل بأكمالية وهذه المؤسسات بأكمالية بل ذهبت إلى بعض من ذلك أنه كان عاوز يا أخوان حتى تراب الوطن عجبني تعبير تراب الوطن الناس نفسها المصريين ولكن كان عنده مشكلة بشكل كبير مع القضاء ومع المؤسسة العسكرية بصورة كبيرة ومؤسسة الشرطة طبعا طبعا الشرطة الداخلية ولذلك نفاجأ أنه كان عنده دور وموقف أقصد موقف وموقف سيء ضد القضاء من أيام قتل القاضي العظيم أحمد الخزندار عندما أصدر أحكاما قضائية على متهمين من الإخوان قاموا بتفجير ما يسمى بمحكمة استناف القاهرة وقتل فيها مدنيين وخلاف وعندما أصدر هذا الحكم فوجئنا بأن الإخوان طلعين برصاصات وأطلقوا هذه الرصاصات على هذا القاضي العظيم منذ هذا التاريخ منذ المؤسس الأول للتنظيم حسن البناء حتى هذه اللحظة هم لديهم مشكلة حقيقية مع القضاء لأن القضاء في النهاية هو سلطة وهو ليس منحازا وهو يعبر عن القانون والدستور والإخوان لديهم مشكلة مع القانون والدستور وعنده مشكلة مع أي نظام سياسي لأن هذه التنظيمات دائما تتصرب في الفوارع الفوارع الفاضية طيب أنا عليها قانون خاص بيها وليها الدستور الخاص بيها هو بناء برضو على اللي حضرتك قلته أنا عايزة أخذ جزء مهم جدا من كلمة سيادة الرئيس أنه طبعا إلى جانب أنه القضاء كان ليه دور مهم أنه كان بيقف بالمرصاد لهذه الجماعة الإرهابية سيادة الرئيس أشار إلى نقطة في منتهى الأهمية هي الإصلاح الاقتصادي اللي حصل مؤخرا وإزاي أنه قدر أنه يحمي الدولة المصرية من الكثير من التدعيات اللي دلوقتي العالم كله بيعاني منها سواء بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية أو بالنسبة أيضا لتدعيات كورونا ده بعد نجاحه فيه مواجهة الإرهاب إزاي حضرتك قراءة هذا الجزء من كلمة السيد الرئيس يعني أعتقد أننا تجاوزنا الإخوان كثيرا نحن الآن في جمهورية جديدة استطاع النظام السياسي الذي جاء بعد ثورة 30 يونيو هذا النظام الذي اختاره المصريون باختيار حر سواء من خلال هذه الميادين التي قرجت أو حتى من خلال الانتخاب لمجالس الدولة المختلفة هذا النظام استطاع أن يبني الدولة يبنيها سياسيا ويبنيها اقتصاديا وأعتقد ذلك انعكس على مواقف الدولة الدبلوماسية ومواقفها الخارجية مصر كانت للأسف شديد في زمن الإخوان كانت ينظر إليها على أنها دولة صغيرة وكانت تأخذ مواقف دون المستوى يعني هي لا تعبر عن حقيقة الدولة عندما جاء النظام السياسي الجديد تم استراد استرادة الدولة هيبتها مرة جديدة وهذا ما نجده ربما في الزيارات الكثيرة وفي المواقف التي تتخذها الدولة ومؤسسات الرئاسة الدولة الأخيرة للسيد الرئيس أم بها الحقيقة غير دليل على ذلك وكان قبلها في زيارة العدد من القادة ورؤساء الدول العربية وده بيشعرك يا سيدة ريهام بأهمية مصر في منطقة بيكملها في ظل بقى جائحة مرت على العالم وأثرت وتركت أسرا وفي ظل صراع دولي هذا الصراع الدولي ظهر في الغزو الروسي لأوكرانيا وربما يستمر هذا الصراع الدولي ما بين دولتين أو قطبين كبيرين الولايات المتحدة وروسيا والصين من جانب وهذا سوف يؤثر بصورة كبيرة على كل المنطقة بل على العالم بل قد تصل دول إلى حد المجاعة وهذا التقديري الخاص ولذلك كل هذه الأسباب دفعت مصر إلى أن تقوم بدور كبير في تجميع اللحمة العربية وإلى أن تلتف كل الدول العربية إلى مصر هناك من أتى إلى مصر وهناك زيارات مكوكية قامت بها مصر إلى هذه الدول من أجل أن تكون هناك وحدة حقيقية ترى فيها كل هذه الدول أن مصر دولة كبيرة ولا بد أن تقود المنطقة خلال الفترة الجديدة إلا يبقى فيها صراع ربما لا يعلم مدىه ولا نهايته أحد طب إحنا محتاجين في فترة الصراعات أو في فترة الأزمات الدولية الكبيرة اللي بتبر على أي أمة على العالم أن تكون الدولة محصنة محصنة أولا فكريا وثقافيا دور الفن والفكر والثقافة وده اللي يمكن شفناه مؤخرا في حاجات كتيرة وفي أعمال سينمائية جسدت كل المراحل دي عايز ألك تحديدا إحنا في رمضان اللي فات الشعب المصري كله التف حوالين أسر المصرية كلها التفت وانتظرت مسلسل الاختيار اللي أرخ لفكرة ومرحلة الدولة ومرحلة البناء وأيضا محاربة الدولة لكل عناصر الفكر الإرهابي المتطرف مسلسل الاختيار كان حالة حالة حقيقية أثرت في وجداننا وشكلت وجدان كتير من شبابنا الصغير اللي لسه ما يعرفش يعني إخوان يعني إرهابي يعني عملوا كتير في الدولة المصرية تبعت دزاق أستاذ منير من جانب الثقافة والفكر صحيح أنا من ضمن الناس اللي شايفين أنه لا يمكن أن تواجه الإرهاب بدون مؤسسات لا بد أن تكون في العمق من هذه المواجهة وأنا شخصيا أرى أن الثقافة لها دور والإعلام له دور والفن له دور وهذه الأدوار ليست أدوار استثنائية وإنما أدوار حقيقية وستعيير العبارة لحضرتك قلتها أنها تركت أثرا في وجدان الناس خليني تركت أثرا أستاذ منير لأن هي حقيقة وصفت بوصف دقيق وكانت بتجسد كل مكان يحدث ويمكن ما كناش كلنا عارفين كواليس أو التفاصيل الخاصة به يمكن يمكن علشان كده الجملة اللي أنت قلتها فعلا كان لها واقع كبير أو كان لها معنى كبير أنه إحنا كلنا كان في حاجات تفاصيل كتير ما كناش شايفينها ولا نعرفها شفناها وفجئنا بيها في الوقت ده بالتحديد صحيح فهذه المشاعر كيف تهذب مشاعر مئة مليون من المواطنين بمعنى أن أفكار التطرف أو الأفكار التي تطلقها تنظيمات الإسلام السياسي عبر الفضاء المفتوح أو الفضاء الإلكتروني لا يمكن أن تهذب هذه المشاعر وهنا أنا لا أتحدث عن متطرف ولا أتحدث عن شخص طبيعي شخص ربما يقف بين المساحتين يسمع لبعض الأقوال وقد يتأثر بها أو تترك أثرا عليه الدور الوحيد اللي تقدر تتعامل بها مع مثل هذه الأفكار يا أستاذ مصطفى هو من خلال الثقافة والفن والإعلام هو مغابة الفكر بالفكر طبعا بس خلينا إذا شخص وصل إلى أفكار متطرفة تستطيع أن تغير هذه الأفكار أو أن تبدلها أو تنقله من منطقة إلى منطقة لكن أنت في النهاية هناك من يستمع إلى قول هذا القول قد لا يؤمن به ولكن يترك أثرا هو قد لا يلاحظه في النهاية أنا لما بشاهد عمل فني أو سينمائي في دور للثقافة بأنواعها واشكالها هي التي تهزب هذه المشاعر وتعالج وجدانيات هذا الوطن خاصة وأنه في أفكار كتيرة واللي تنظمات كتيرة وللأسف شديد هما لما بلعبوا بلعبوا على وطر أنه قد يردد أفكار وقد لا ينتظر مردود لهذه الأفكار إلا بعد السنوات فأنت بيتفجئي أنه حدث حالة من التغير على المجتمع بمعنى بعد 2011 احنا شفنا هكذا اعتقد البعض هجمة سلفية رهيبة الهجمة السلفية دي كانت موجودة فين لأنه للأسف لم يكن هناك دور للإعلام حقيقي في إيصال الصورة الحقيقية أو في تهزيب مشاعر الناس فلما يبقى عندك إعلام وثقافة وفن بيقوم بالدور الحقيقي أي أمراض أو فطريات ربما لا تراها العين يقضي عليها هذا الإعلام ويقضي عليها هذا الفن وتكون الثقافة قادرة على القضاء عليها وأعتقد أنه مسلسل الاختيار والأعمال الفنية التي قدمت خلال السنوات القليلة الماضية قامت بهذا الدور بصورة كبيرة لا تكلمنا أستاذ مونير على الشعب المصري بقراته القوية الأبية وأنه رفض تماما تمس الهوية وده طبعا ظهر من خلال الملايين اللي كانت موجودة فيه ميادين الجمهورية كلها الحقيقة كان مظهر يعني رائع أبهر العالم كله حضرتك شايف إزاي أنه برضو قدر الشعب المصري من خلال التفافه حول القوات المسلحة وحول الشرطة والقيادة الحكيمة حاليا إزاي أنه بيقدر من خلال هذه اللحمة اللي بتحصل في الكيان المجتمع بالكامل إزاي قدرنا أن إحنا نتجاوز كل ما قامت به هذه الجماعة الإرهابين من محاولة التمس الهوية أو من محاولة التشكيك في الإنجازات اللي بتحصل تخطيناها تماما وماشيين في الطريق وده يمكن حتى اللي دايما سيادة الرئيس بيقول عليه أنه إحنا طالما إحنا إيد وحدة بنقدر أن إحنا نستمر في طريقنا وننجح بشكل دائم وبالفعل كان مدخل الإجابة بتاعي أنه لو شاهدت كل لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي هتلمح الحديث الدائم والمستمر على فكرة الوعي وكأنه يريد أن يوجه خطاب إلى الناس الوعي ثم الوعي ثم الوعي أعتقد أن هذا الوعي هو الذي خلق 30 يونيو وأعتقد أن هذا الوعي هو صمام الأمان الوحيد لهذا المجتمع يعني في النهاية هذه الأفكار سوف تظل موجودة ربما محاصرة ربما تكون ضعيفة ربما لا يكون لها تأثير ولكن إذا ضعف الجسد ربما تظهر هذه الأمراض المواجهة الحقيقية ليه هو الوعي إحنا تعلمنا أستاذ منير أنه المعرفة تحمي أصحابها صح والعلم بيحمي وأول كلمة نزلت في القرآن كانت إقرأ إقرأ ليه؟ لتتعلم لتدرس لتدرك لتفهم معنى الحياة التي تواجدنا فيها لكن في الوقت الحالي إحنا دلوقتي الدولة المصرية مهتمة بجانب آخر وبشكل آخر يعني بالإضافة لحياة كريمة وبإضافة للمؤسسات كتيرة وهي فكرة بناء الإنسان المصري فكرة بناء الوعي والإدراك الكامل عنده الإنسان يعني قبل كل شيء في مصر والدولة يعني عملت منذ سنوات على إعادة وفكرة وبلورة بناء الإنسان المصري وده هيدخل في محور الثقافة والفن والإدراك والمعرفة إزاي بتشوف إديرنا أن إحنا نبني ونساهم في بناء الإنسان بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية يعني أعتقد كل المؤسسات بما فيها المؤسسة الثقافية والتعليمية والإعلام وخلافه وحتى ما قامت به المؤسسة الدينية في مصر خلق إنسانا جديدا كم الشائعات التي أطلقها الإخوان أو تنظمات الإسلام السياسي مئات الألف يعني شائعات كثيرة وربما يضعف أمامها الإنسان أو قد يصدقها لو لم يكن هناك وعي حقيقي أو معرفة حقيقية ده بين إن إلى أي مدى نجحت الدولة في بناء الإنسان بناء حقيقيا ويحمد للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة أنها صارت في كل المصارات في توقيت واحد في الألفين وطلعتاشر عندما تسلم الرئيس قيادة البلاد فجئنا بأنه يعمل على إصلاح المؤسسة الدينية أو على الأقل يعطيها دعما كي تقوم بدورها ويقوم أيضا بأطاء نفس الدعم للمؤسسة التعليمية وأنا من الذين يرون أن ودير التعليم قام بأدوار كبيرة في محاولة إصلاح هذا النظام التعليمي لأن الدولة تدرك أن البناء الحقيقي يبدأ من التعليم ونفس الوقت هذا حدث في الإعلام هناك طفرة حقيقية في محتوى إعلامي مفيد للمواطن فضلا عن التنمية الحقيقية على أرض الواقع نحن نرى مشاريع ضخمة وكبيرة وكأن الرئيس وأعتقد أنه قالها أكثر من مرة نحن نشتغل لـ 30 أو 40 سنة نشتغل لأجيال قادمة وأعتقد هذا ربما يضاف إلى هذا النظام السياسي وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد كل هذه الأشياء هي في النهاية نجحت في بناء إنسان حقيقي يستطيع أن يقف أمام شراءات بالإضافة لبناءه فكرياً كمان أستاذ رهام بناء الإنسان جسدياً وده اللي شفناه من خلال المبادرات للدولة الكبيرة اللي عملتها سواء بقى مبادرة 100 مليون صحة مبادرة قوائم الانتظار والنهاية وانتهاء من قوائم الانتظار إحنا كنا بنشوف مرضى فيروس سي وصلوا بالملايين دلوقتي مصر وصلت لوجهة كبيرة يعني أشهات من خلالها مؤسسات المجتمع الدولي ومن نظام الصحة العالمية أن مصر انتهجت نظاماً صحياً كبيراً وما زالت مستمرة وده بيدخل أرضاً في محور بناء الإنسان بكل تأكيد ولذلك أعود برضو للعبارة اللي قلتها في السابق أن الرئيس اشتغل في كل المصارات وماذا لا يعمل في كل المصارات هذا إدراك حقيقي بأهمية الدولة وإدراك حقيقي بأنه يسعى إلى بناء جمهورية جديدة هذه الجمهورية بدأت تظهر ملامحها لكل المصريين وأعتقد أن الثمار الآن بدأت تظهر لنا جميعاً على مستويات مختلفة وأعتقد أن الأجيال القادمة سوف تكون محظوظة بهذا الوطن الذي تم البناء فيه بهذه الصورة الكبيرة بناء الإنسان المصري زي ما مصطفى ذكر وزي ما حضرتك كنت بتتكلم الحقيقة تم على مختلف المستويات يعني تعليمياً وصحياً وزيادة الوعي بالنسبة لي هي على كل المستويات شفنا إنجازات قدرت فعلاً كل مؤسسات الدولة بالتعاون بينها وبين بعض هم يحققوا هذا الهدف اللي هو الأساس الأولوية لكل مؤسسات الدولة بناء الإنسان المصري وهنا أنا عايزة توقف مع حضرتك على مبادرة حياة كريمة بشكل خاص إن هي فعلاً الهدف الرئيسي منها إن هي تحقق الحياة الكريمة اللي بيطليق بالمواطن المصري في كل مصر مش بس في القرى في كل مصر الحياة حضرتك شايف زي أهمية هذه المبادرة تحديداً إلى جانب الكثير طبعاً المبادرات الرئاسية الأخرى يعني أعتقد أن هذا المشروع وهذا تقديري الخاص من أهم المشاريع التي قامت بها الدولة المصرية على مدار قرن على مدار مئة عام لأن هذا المشروع وصل إلى كل المصريين في كل القرى والنجوع ووصل إلى الفقير المعدوم الذي كان لا يسمع له صوتاً يعني في النهاية أنت بتلاقي اللي بيخبط عليك وبيقول لك تعالى تفضل وقد تكون امرأة يعني وصلت معي لو وصلت لسن كبير لأهراز العمر يعني 80 سنة وربما لا يكون لها صوت يعني وربما لا يكون لها أي حراك سياسي للمناسبة بمعنى يعني لو لو والدولة لا تفعل هذا بمقابل يعني الدولة لا تفعل هذا الأمر كما كانت تفعله جماعات الإخوان الإسلامية والجماعات الإسلامية من أجل شراء أصوتهم في الحياة السياسية لأنه في النهاية لما بتروح حياة كريمة وتبني منزل لامرأة بلغت من العمر 80 سنة وربما لا يكون لها أي عائل أو امرأة أخرى طلقت أنت في النهاية أنت تصل إلى هؤلاء في القرى والنجوع وأنت لا تريد من هؤلاء أي شيء غير حياة كريمة لهؤلاء يعني في أنظمة سياسية سياسية سابقة كانت تهتم الدولة بالعاصمة القاهرة الجيزة الإسكندرية أنت الآن وكانت تكون هناك مطالبات بالاهتمام بالصعيد أنت قفست من مجرد الاهتمام بالعاصمة الكبيرة أو الصغيرة إنجاز التعبير وبالصعيد إلى الاهتمام بكل قرى ونجوع مصر ولذلك وبكل المحافظات وبلا استثناء فأعتقد أن هذا المشروع هو مشروع ضخم رغبة من الدولة بقياداتها السياسية وكل مؤسساتها أن العاصمة تكون عواصم في كل محافظات الجمهورية وده اللي طبعا الدولة بتعمله طيب على كل أحوال أستاذ مدير نحن مكملين طبعا حديثنا معاك ونتابعه ونسأل حضرتك أسئلة كتير لست ونتكلم فيها عن احتفالنا بذكرى ثورة 30 يونيو وما تلاها والإنجازات التي تحقق نتكلم كمان على رسائل كلمة السيد الرئيس السيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر